السلام عليكم اليوم سنتكلم عن تفكير خيار فقوس أو الكيل بمكيالين يقولون في المثل العامي عندنا مستنكرين على من يكيل بمكيالين في كلامه عندما يصف ناس بشيء ويظلم الآخرين يقول إذن هذا ابن البطة البيضاء وذاك ابن البطة السوداء يعني لماذا هذا التمييز العنصري لماذا تحكم بحكمين مختلفين على نفس التصرف ومعنى الكيل بمكيالين أننا إذا كنا نحن الآخذين كلنا بمكيال ممتاز دقيق واستوفينا حقنا وربما طففنا أما إذا كلنا لغيرنا وكنا نحن الذين نريد أن نعطي وكلنا بمكيال أقل من الأول الأصغر من الأول أو إذا كلنا بنفس المكيال الذي كلنا فيه لأنفسنا أنقصنا مع أن الله سبحانه وتعالى وصف بدقة هذا الظلم وهذا السلوك السيء فقال سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ إخواني يبدو أن هذه العادة قديمة وحديثة بنفس الوقت يقول سبحانه وتعالى على لسان سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي لا تنقصوا للناس ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الآن إخواني سأذكر ثلاثة أسباب توقعنا بمشكلة الكيل بمكيالين السبب الأول سهولة نقد الآخرين وصعوبة نقد النفس هذا يوقعنا بالكيل بمكيالين مع أن النقد مهم لضبط المسار وتصحيح الأخطاء وشحذ الهمة عند التعب والخمول نحتاج من يذكرنا وينقدنا وهو مبدأ إسلامي عظيم يقع تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقع عن النصيحة الدين النصيحة لكن النقد سهل على الآخرين صعب في حق النفس لأننا كثيرا ما نخلط بين الذات والرأي فمن ينتقد رأينا كأنه ينقد ذاتنا فأي نقد لمسألة أو فكرة يعني نقد لشخصية قائلها وهذا خطأ بينما المفروض علينا أن نحرص على سماع النقد حتى نصوب سلوكنا وأفكارنا على مبدأ سيدنا عمر رضي الله عنه رحم الله امرأة أهدى إلي يا عيوبي والواجب على الناصح التزام آداب النصيحة لكن الواجب على المنصوح قبول النصيحة حتى لو لم يلتزم الناصح بآدابها لكن المشكلة إخواني أن الشعوب والجماعات والأفراد تمدح أعمالها وسلوكها وأنشطتها ورموزها وقادتها بينما تنقد غيرها فإن كان من جماعتنا أقتصر على ذكر مزاياه أما إن كان من الآخر فسأقتصر على ذكر عيوبه واختيار ما يؤيد وجهة نظرنا وفكرنا وآيديولوجيتنا أو عاطفتنا وعدم الإنصاف مع غيرنا كما قال الشاعر عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين الصخط تبدي لك المساوية وكما يقول علماؤنا الإنصاف عزيز أي أنه قليل جدا أن تجد إنسان منصف مع نفسه ومع غيره قال سبحانه وتعالى لا يجري منكم شنآن قوم أي بغض قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى مع الأسف إخواني أصبح النقد الداخلي مرفوض والنقد الداخلي معدوم طبعا إخواني أول الخاسري من هذا هم المطففون أنفسهم فتتراكم الأخطاء لتتفجر الأمور بالنهاية ويشمت الأعداء بنا ونقع تحت طائلة لوم من كنا نرفض نقدهم ويقولون لو سمعتم رأينا السبب الثاني للوقوع في فخ الكيل بمكيالين عدم وجود حدود دقيقة وفاصلة بين الصفات والأخلاق الفاضلة والصفات والأخلاق الرديئة مثلا الشجاعة الفاصل بينها وبين الجبن والتهور دقيق فمن نحبه إذا فعل شيء يدل على الشجاعة وأخذ بالعزيمة نقول ما شاء الله فلان شجاع وأخذ بالعزيمة وإذا كان نفس الشخص ونفس السلوك لكن كان هذا الشخص ممن نكرهه إذا كنا نكرهه نقول فلان أنت لا تعرفه لا تغتر لا تقول عنه شجاع فقد فعل مرة كذا وكذا فهو جبان وليس شجاعا لا تنظر لهذا الموقف فقط هو أصلا يفعل هذا الموقف لأنه يريد كذا كذا أو نيته كذا وكذا ونبدأ نفتري عليه ونظن به أسوأ الظنون أو نقول عنه متهور عاطفي أهواج لا يقدر عواقب الأمور ألقى بنفسه إلى التهلكة مثال آخر رجل فصيح إذا كنا نحبه أو من جماعتنا نقول ما شاء الله فصاح وبيان وبلاغ وتأثير وفن إلقاء وكارزمة أما إن كنا نكره هو يتكلب بنفس الكلام نقول ما هذا التشدق ما هذا التفيهق ما هذا التفلسف ما هذه الفهمنا لماذا هذه المبالغة يا أخي المهم العمل ما فائدة هذا الكلام مثال آخر إذا كان إنسان جواد وكريم إذا كان من من نحبهم نقول ما شاء الله كريم وشهم وجواد وسخي وابن عز وإذا كنا نكرهه نتهمه بالإسراف والرياء والمفاخرة إذا حكمنا بحسب حبنا أو بغضنا للشخص السبب الثالث إخواني للوقوع في مشكلة الكيل بميكيالين هو إتقان التبرير للنفس وللجماعة وقد تكلمت بهذا إخواني في حلقة التفكير التبريري ولن أكرر نفس الكلام فيمكنكم رجوع إليه فهو مهم جدا إن شاء الله طبعا فن التبرير إخواني نمارسه مع نفسنا ونفس التصرف ونفس الأعذار لا نلتمسها لغيرنا فن التبرير تتقنه الأمم والأشخاص الفاشلون إتقانا عجيبا فالتحديات فوق التصور والتآمر فوق الطاقة وأخطاؤنا القاتل الممتدة قرونا كلها اجتهادات فنحن مأجورين دائما ما شاء الله بأجر أو بأجرين بينما الحقيقة أن الإنسان يأثم بالتقصير وعدم الأخذ بالأسباب وإيقاع الناس بالهلكة إخواني التسويغ للنفس دائما يقتضي نقيضه مع الخصم وهو اتهام الخصم فنفس الفعل يتم تفسيره بأسوأ المقاصد والغايات عندما يكون صادرا من الأعداء فالخطأ غير المقصود إذا صدر ممن نكرهه فهو أمر بييت بليل وطبخ على نار هادئة والتقصير من الأعداء بسبب ضعف الإمكانيات نحن نقول هذا كسل وتقاعس وخور وضعف والفتن والخلافات التي تقع عند الآخرين ليست نتيجة خطأ الاجتهادات كما نبرر لأنفسنا لكنها بلاء وعقاب من الله تعالى نتيجة لسوء نياتهم ومقاصدهم إذن إخواني الأسباب الثلاثة التي توقعنا بالكيل بمكالين السبب الأول سهولة نقد الآخرين وصعوبة نقد النفس السبب الثاني عدم وجود الحدود الدقيقة والفاصلة بين الصفات والأخلاق الفاضلة والصفات والأخلاق الرديئة مما يسمح لنا بوصف من نحبه بالصفات الطيبة ومن نكرهه بالصفات السيئة على نفس التصرف السبب الثالث فن التبرير لأنفسنا وجماعتنا وعدم التماس نفس الأعذار لغيرنا نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والعدل والإنصاف إنه أكرم مسؤول